سوريا التي سحقها الأسد خلال 12 عاما تتصدر قائمة الدول العربية الأكثر بؤسا لعام 2022 وفقا لدراسة أعدها البروفيسور ستيف هانجي الخبير في علم الاقتصاد بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية يأتي هذا التصنيف بناء على مؤشر البؤس الذي يقيس مستوى البؤس والتدهور الاقتصادي في الدول الدراسة توضح أنه ليس من المستغرب أن تحتل سوريا المركز الأول في هذه القائمة حيث احتلت المرتبة الأولى في العالم العربي والثالثة عالميا ويرجع ذلك إلى الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد خاصة الحرب التي فرضتها ميليشيا أسد طوال السنوات الماضية وأثرت بشكل كبير على الاقتصاد وحياة الناس دراسة هانكي لمؤشر البؤس تعتمد على مجموعة من المتغيرات مثل معدلات البطالة والتضخم ومعدلات الإقراض والناتج المحلي الإجمالي للفرد حيث يتكون من مجموع البطالة المضروبة في اثنين بالإضافة إلى التضخم ومعدلات الإقراض المصرفية مع خصم النسبة المئوية لتغير الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد وأكدت الدراسة أن قراءات سيئة لهذه العناصر الثلاثة تجعل الناس أكثر بؤسا يأتي تصدر سوريا لهذا المركز المرموق نتيجة الأوضاع الاقتصادية المزرية والأزمات التي تشهدها البلاد حيث يسعى السوريون جاهدين لتأمين قوت يومهم والبحث عن أي فرصة عمل تضمن لهم دخلا يساعدهم على التعايش في ظل ارتفاع متزايد للأسعار يجدر بالذكر أن لبنان حل في المركز الثاني في هذه القائمة وتلاه السودان اليمن ليبيا الأردن الجزائر تونس العراق ومصر وهذا يؤكد التحديات الاقتصادية الجسيمة التي تواجه العديد من الدول العربية وحاجتها إلى إصلاحات هيكلية ودعم دولي للتغلب على البؤس وتحقيق التنمية المستدامة